السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وضوءك بعض العلماء قال لك لا المقصد بالملمسة هي الجمع الجمع يعني ان الرجل يجامع المرأة بشكل او باخر لم يقع على انزال فيسمى انه ابطل وضوءه لابد ان يعيد الوضوء لكن الرأي الوسط كما ذكره محمد بن علي الشوكاني قال لك لوتفق للعلماء اسمحوا المتداول بين الناس وهو ان تصافح المرأة بشهوة سلمت على امرأة وما قال لك والو حلقتك ما قال لك والو وضوءك صحيح لكن اذا سلمت عليها وشعرت بشهوة في نفسك بطل وضوءك عليك ان تعيد الوضوء من جديد السي امين اللي طالب جامعيك يسول انه كيسكن بعيد ومليك يجي لوقت الصلاة في الليل كي رقى الماء بارد بزاف هكذا قال الماء بارد بزاف واش مسموح لي انتي يمم ونصلي اولدي امين التيمم لا يكون الا عند عدم وجود الماء او عدم القدرة لاستعماله لسببين الماء غير موجود صحراء قاحلة الا الماء الشاوب هنا ربي عز وجل لا اباح لنا التيمم نتيممه على التراب او الحجر او الماء موجود لكن يتعذر عليه استعماله اما عندي جرح والبرد قارس والماء بارد هنا ويقع لك ضرر ربي عز وجل اباح لك ان تتيمم لعدم قدرتك على استعمال الماء لكن القدرة راها تتغير كل غير في العجز لك الماء بارد الماء بارد صحي را العلمك يوصي بالاغتسال بالماء البارد والوضوء بالماء البارد لم يقل الله عز وجل في حديثي عن سيدنا ايوب قال لي ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشرب بارد وشرب مش البارد دي التلاج البارد طبيعي را هدك الماء البارد في حديدته قد يكون سببا في النشاط لحظة في الغسل دي اللوجه يقول لك يغسل بالماء البارد في الصباح الباكر وإلا غادي يكون عندك لبوش في العينين ديولك يكمعو الماء بارد مزيان إلا لك ضرر بالغ عندك جرحون وعندك ألم فربنا عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسهى فكساك تيمم تيمم وعذر ويزول بزوال العذر والسؤال الثالث يقول سي أمين بعد مرات كندخل الصلاة وكيقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده واش أدركت الركحة أم لا لا يبني الركحة ندركها بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والصورة عدك تسمى ركحة واستثناءا أن يكون الإمام ركعا يقول سبحانك رب العظيم سبحانك رب العظيم وهو ركع أدرك معه هذه الركعة أنه ركعك يقول سبحانك ربي العظيم عادك يقول سمع الله لمن حمده لدركت هذه الحالة استثناءا هذه ركعة مسمى ركعة عرفا ليس شرعا لكن ملكي قل الإمام سمع الله لمن حمده ويرفعه من الرقوع ذهبت عنك الركعة لا تحتسبها سمع الإمام وملكي سالي ستجيب ركعة لأنك لم تدركها بارك الله في إيمانك وصالحك يا أمين دعوة جماعية للجميع عدد للناس التي تطلبوا دعوة للخير الأحباب الكرام دروا واحد فاتحة اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا جميعا الإيمان يا رب آباءنا وأمهاتنا وأولدنا وأحبابنا اللهم رسل مال اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الرشيد يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا رب وفق من الأزواج والزوجات واجعل منهم مودة ورحمة يا رب كل من كانت عازبة أو عازبة اللهم عجل لهم بالأنس اللهم آنس وحشتهم واختر لكل منهما رفيقه وأنس حيته من عندك إنك إذا أخترت لهم أحسنت لهم التدبير اللهم يا رب واغننا جميعا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا جميعا بحلالك عن حرامك اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم بارك لنا في الأولاد والبنات اللهم أنبتهم نمتا حسنا وارزقهم فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان واجعل أبناءنا وبناتنا مرضيين مهديين اللهم جميعا من مات لنا من أحبابنا ارحمهم رحمة وسعة وأسكنهم فسيح الجنات وأنحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولمفتونين اللهم اجعل آخر أنفسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيضا سؤال آخر من عند للعيشة كتقول تزوجت برجل فرنسي أسلم لكنه يؤدي صلوته فقط بصور صغيرة كيصوم كيصلي كيزكي لكن كيصلي غير بالفتحة والناس والصمد هذا مشكل ثم مشكل تاني مشكل اللغة معرفة تكلم بالعربية ثم عنده مشكل تسمية أننا نخاطبه بنفس الاسم لاسم الفرنسي ديالو للا عيشة هنئة لك إذا كنت سببا في إسلام رجل كان على غير الإسلام خير لك مما طلعت عليه الشمس هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لإن يسلم على يديك إنسان كان غيره على غير الإسلام خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم للدلالة على أن الأجر والتواب الإخدتي كثير وكثير جدا هذا الفرنسي يدخل الإسلام بماذا؟ بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عند الطبع الإسلام امتهى ثم يزيد في الأعمال الصالحة أنه يصلي وأنه يصوم وأنه يزكي هذا اكتمى أكمل فرائد الإسلام وأركانه هنئا له وهنئا لكي لكن قلت بأن القرآن الكريم اللي حافظ قليل الفاتحة صورة الناس الصمد فاخر كثير ربي عز وجل قال لنا فقرأوا ما تيسر من القرآن ما تيسر ولو آية بلغوا عني ولو آية يعني أرى في آيات الفاتحة في سبعات الآيات والناس والصمد فاستستق اثناش اللي جمعناها را واحد العدد كبير لحد الساعة را هو غادي في خط تصعودي مستقيم هنئا لكم جميعا بهذا الخير اللي وصلتوا له استمر لكل مرة يحفظ شوية إن شاء الله بنتي وغادي يكمل ليها الرجاء غاديت الإسم فليس من ضروري أن نغير الإسم كن صحابة أسلموا ولم يغيروا أسماءهم الإسم من باب التودد لأن هناك إجراءات إدارية معقدة تغيير الإسم وتصحح الإسم مسترة طويلة في المحكمة وفي قسم الحالة المدنية والوطائق الإدارية جوى الصفار بطاقة التعريف الوطنية الشواهد المحصلة عليها علميا ديكلاغاسيون فلا سنساس حالة للوطائق كثيرة فبس ممكن تقول اسمي غابينتنا اسمه محمد أو عبد الله أو أي اسم جميل تحنى له دون أن نصل إلى الوطائق فإذا تعذر فالاسم اللي عنده روايا لا حرج فيه مدام أن الاسم ديالو لا يحمل دلالة أو رمز فيه شرك أو فيه طعن في الدين اسم فرنسوا أو اسم جاك أو ويليام كل مباح لا حرج في ذلك أبدا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله